أهلا بحضراتكم من جديد قبل بس مدخل في أي تفاصيل علاقة بالمباراة محتاجين نتطمن على الكابتن محمود الخطيب لأنه النهاردة الكابتن محمود الخطيب خضع عليه فحصات علاجية في فرنسا أثناء وجوده في باريس لرحلة علاج ويمكن تقررت في الفترة الأخيرة نوبة الدوار التي تعرض لها أثناء تواجده في معسكر الفريق في النمسا وطبعا كلنا عارفين أن في قتها يمكن سقط أثناء وجوده في صالة الجيم وتعرض لجرح قطعي في الرأس يمكن الكابتن محمود الخطيب تم عرض الحالة بتاعته خلال الساعات الماضية على أحد أو العديد من كبار أطباء المخ والأعصاب والأنف والأذن وكذلك الرقبة لمعرفة أسباب هذه الحالة بعيدا طبعا على العلاج اللي كان بتلقاه منذ عام ونصف نتيجة التهود التي تعرض لها في السنوات الماضية يمكن عاقب الانتهاء من الفحوصات الجديدة ومعاودة الأطباء المتخصصين هيتحدد العلاج اللازم وفترة الرحة وموعد عودته للقاهرة الكابتن بالمناسبة يمكن كان محدد موعد مبدأي العودة في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر ولكن بعد نتيجة الفحوصات الطبية نطمئن على حالة الكابتن يارب خلال الساعات القادمة ونتمنى بإذن الله يكون موجود في القاهرة قريبا جدا عشان يكون موجود مع الفريق ومع النادي ومع أسرته وأولاده وأحفاده خلال الفترة اللي جاية بالأمس على فكرة كانت فيه مبارامة بين باريس سان جرمان ومارسليا في الدوري الفرنسي والكابتن محمود الخطيب كمان لب دعوة ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جرمان اللي كان حريص على التواصل والسؤال على حالة الكابتن محمود الخطيب أثناء تواجده في باريس في الأيام القليلة الماضية والكابتن محمود الخطيب بيوجه الشكر والتحية والتقدير للخليفي على هذه الدعوة الكريمة متمنية له دوام التوفيق والنجاح أبدأ به عشان نطمئن على حالة الكابتن محمود الخطيب وكمان العلاقات الجيدة اللي تربط رئيس النادي الأهلي بجميع الأشقاء وبجميع المسؤولين والقيادات في جميع أرجاء الوطن العربي ناصر الخليفي أحد أبرز رؤساء الأندية على مستوى العالم بيرأس بالتأكيد كمان ربطة الأندية الأوروبية وصاحب أحد الشبكات القنوات الرياضية المتخصصة اللي لها باعتويل جدا في مجال البث الفضائي في السنوات اللي فاتت فالحمد الله رئيس النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب بشكل شخصي بيحظى بتقدير واحترام جدا على جميع الأصائد من كافة المسؤولين في الفترة الأخيرة